كين صاروات كاي بوف لما تنولد لعائلة مزارعين بسيطة تحت رعاية يدتك لكن تكبر وتصنع لنفسك اسم وقاعدة جماهيرية ضخمة فهذا معناته أنك إنسان استثنائي لما يوكلوا لك مجموعة من أصعب المهام بين أعضاء فرقتك فهذا معناته أن موهبتك تفوق المستوى الطبيعي سبوكلست، ليد دانسر، فيجول هذا غير كتابة وتلحين الأغاني اسمه صجي هو كيم تي هيون ويدلعون الفانز والأصدقاء تا تي أما عامة الناس فيعرفون باسم في من بي تي اس وهالاسم اختار بمساعدة الأعضاء ووالدهم الروحي وصاحب وكالة هايب هيت مان بانك اللي من بين عدة أسماء مستعارة بس شنو معنى الاسم؟ ليش حرف في بالذات؟ في يعني فيكتوري أو نصر وهذا يفسر حركات إيدا اللي يتفنن فيها علشان يسويها بشكل حرف البي وبينها حركة النصر المعروفة طبعا وليش ما يكون اسمه بي؟ قصة حياته فعلا تمثل الكلمة انتصر على ظروفه لما أقنع ابو يدعمه ويدعم شغفه للموسيقى ويشتري له آلة الساكس فون انتصر مرة ثانية لما شركة هايب أو مثل ما كانت معروفة في وقتها باسم بيك هيت سوى تجارب أداء في مدينته والغريب تدرون شنو؟ إنهم اختاروه رغم إنه كان رايح أصلا لغرض دعم صديقة وما كانت في نيته إنه يشارك من الأساس كرزمتها الطاقية كانت واضحة جدا بمجرد ما شاف أحد موظفين الشركة وأصر عليه إنه يشارك انتصار الأقوى كان قبل ترسيمه حتى مع بيتي اس لما وكالة هايب كانوا محتفظين فيه كمفاجأة والسر غير معلن وهالشي خلا يحس بعدم الأمان وإنه فيه احتمالية لعدم ترسيمه مع الفرقة لكن هل معقولة هايب تتجرى وما ترسمع ما باجي الأعضاء رغم مواهبة كبيرة؟ لا طبعا فيه رصيدة في كفنان سولو منفرد ست أغاني على الأقل بعضها سمعتوها في ألبومات بيتي اس مثل ستيجما من ألبوم وينغز اللي تجاوزت مبيعاتها لما انزلت في 2016 حاجز الأمية وعشر تالاف نسخة في كوريا بروحة سنجلارتي اللي افتتحت ألبوم Love Yourself Tier كإنترو في 2018 وتجاوزت مبيعاتها عشر تالاف نسخة في أمريكا وأكيد ما ننسى غنية Inner Child من ألبوم بيتي اس الأضخم والأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية واللي هو Map of the Soul 7 وكل هالأغاني على الرغم من أنها سولو وبصوت فيباس إلا أنها حققت المركز الأول على قائمة بيلبورد للأغاني العالمية لازم نوقف عنده السيجما واحدة من هتس V رأي حق الأغاني V مالت الأغاني السولو أغاني السولو خارج ألبومات الفرقة غالبا سمعتوها كساونتراك لمسلسلات كيدراما مثل أغنية It's Definitely You اللي قدمها كديو مع جن في 2016 وباعت فوق الـ 75 ألف نسخة في كوريا Sweet Night في 2020 والأخيرة والأهم واللي اليوم نحتفل فيها بسنويتها الأولى وإنجازاتها ونجاحاتها خلال أول سنة من إصدارها أكيد طبعا عرفتوها اللي حلقة خاصة لها واللي سنويتها Christmas Tree Christmas Tree تم تسجيلها خصوصا لمسلسل الرومانتك كوميدي الكوري Our Beloved Summer اللي أنتجتها قناة SBS وانعرض بـ 16 حلقة على نفس المحطة وعلى منصة نتفلكس على مدار خمسين يوم بين بداية ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022 الغنية انزلت في 24 ديسمبر تزامنا مع الكريسماس كالجزء الخامس من الساوندراك ونزل معاها نسخة instrumental يعني موسيقى من غير الفوكلز لكن هذا كله مو مهم ترى المهم شلون وصلتها الغنية الحالمة والمليانة مشاعر وأحاسيس للشخص الصح واللي وظفها بأفضل طريقة ممكنة الغنية ما شارك في كتابتها أو تلحينها مع أنك لما تسمعها راح تسمع أحاسيس تقنعك أنه هو اللي كاتبها أو ملحنها حتى أو حتى ممكن يكون عايش قصتها الكاتبة والملحنة والمخرجة الموسيقية نام هي سينك كانت مستمتعة جيدة لشغل في وعارف أسلوبه الموسيقي وحافظته صم علشان شذي؟ لما اشتغلت على الغنية اكتبتها وفي أصلا كان بمخها وكان مصدر إلهامها وحاربت علشان يكون هو الصوت اللي يقدم هذا العمل وفعلا قدم فيه الغنية وانضمت لساونتراك المسلسل مثل ما خططت نام هي سينك لكن من بين تجارب فيه السولو اللي قدمها خلال مسيرته ليش اخترنا نحتفل بكريسمستري؟ شنو الانجازات اللي حققتها؟ وليش الكهدس يعتبرونها من أقوى إصدارات فنانهم؟ الغنية صنعت التاريخ على أكثر من صعيد بس قبل لا أقول لكم شنو سوت هالغنية لازم نسمعها صح؟ رح نوصل لأن نسمع أجزاء مختلفة من كريسمستري لأن هذه الحلقة خاصة حق سنوية هذه الغنية الغنية صنعت التاريخ على أكثر من صعيد شلون؟ على لائحة بيلبورد هوت 100 الأمريكية اللائحة الأهم لتقييم مبيعات الأغاني في السوق الأمريكية كريسمستري صارت تغنية الساونتراك الكورية الأولى والوحيدة اللي تدش اللائحة في تاريخها الممتد من سنة 1958 أما على لائحة بيلبورد لأعلى مبيعات التحميل الديجيتال في حقق رقم قياسي يديد كون أول فنان سولو كوري وأول أغنية ساونتراك كورية تحقق المركز الأول على هذه اللائحة على تطبيق شازام اللي يستمع لأي غنية تشغلها ويعطيك معلومات حتى عنها الأغنية قدرت تتيمع أكثر من 1.4 مليون بحث بالتطبيق خلال أول أربع شهور وهو الأسرع في تاريخ شازام لأي غنية ساونتراك كورية وخلالها تحطم الرقم القياسي كالغنية الساونتراك الكورية الأكثر بحثاً في تاريخ التطبيق ولليوم وصل الرقم حاجز 3.5 مليون بحث في شازام بالنسبة لسبوتفاي الغنية خلال 18 يوم بس قدرت تتيمع 20 مليون ستريم الأسرع لأي فنان كيباب سولو ذكر في تاريخ المنصة وطبعاً وصلت المركز الأول على قائمة كوريا لأكثر 200 غنية استماعاً ليومين متتاليين في شهر جانوري 2022 وبجذي صارت أول غنية لفنان كيباب ذكر سولو يحقق هذا الإنجاز وعلى قائمة ستبوتفاي لأكثر الأغاني استماعاً على المستوى العالمي لغنية دشت القائمة أكثر من مرة الشي اللي خلاها تصير أكثر ساونتراك كوري يظلمج متواجد على هذه القائمة للمدة الأطول على الإطلاق في اليابان البلد اللي احتضن فيه من البداية ولا علاقة خاصة فيهم وبحكم إيجادته للغة اليابانية كريسمستري باعت أكثر من 11.5 ألف نسخة على آيتونز ومنصات تحميل ثانية في أول يوم من إصدارها الشي اللي أهلها تدش بالمركز الأول على قائمة التحميل اليابانية اليومية الرسمية وبديهياً اقدرت الغنية تحقق المركز الأول على آيتونز اليابان وتقضي الوقت الأطول لأي غنية كورية لأكثر من 76 ساعة على رأس القائمة الغنية نافست في القوائم الرسمية لمبيعات الأغاني في عشرات الدول منها أسواق مهمة عالمياً مثل اليابان، كندا، أمريكا، هنغاريا، الفلبين وطبعاً كوريا الجنوبية وغيرها وترشحت لأكثر من جائزة عريقة مثل الماما عن أفضل ساوندراك وترشحت لنفس الفئة في حفل APAN Star أو APAN Star المختص بتكريم الناجحين في الدراما والمحتوى التلفزيوني أما عربياً لازم نروح عربياً لأن شعبية الغنية غطت العالم العربي من المحيط إلى الخليج حرفياً مع أغنية كريسمستري لما حققت ثاني أطول بقاء على قائمة سبوتفاي في السعودية والمغرب وبسبب شعبية في وغنيتها اسمها صار الأكثر بحثاً في جوجل في 16 بلد عربي بينها الكويت إيه هذا كله يسوي في بسنة واحدة بس إياكم بالمقطع اللي تحبونا الياي أدري عقب كم معلومة بعد زيادة لأنه ما خلصت المعلومات عن هذه الغنية اللي قا نحتفل بسنويتها كريسمستري في برنامج مرة بالأسبوع على مرينا أفهم وأخيراً شوني سوت الغنية بتصويت مرة بالأسبوع الأسبوعي لأفضل الغنية كورية باختصار قدرت الغنية تحتل المركز الأول لخمس أسابيع بينها ثلاث أسابيع على التوالي بأول أسبوع قدرت الغنية أنها تجذب أكثر من 45 ألف صوت بنسبة 25% من إجمالي تصويت كله وإذا تعتقد أن هذا الرقم كبير فرح أصدمك أكثر لأنه بأحد الأسابيع اللي حققت خلال الغنية أكثر من 54 ألف صوت بنسبة 47% من إجمالي الأصوات وهذا هو الرقم الأكبر في تاريخ البرنامج من بدايته في جولاي 2022 لكن هل هالأرقام معقولة لتصويت برنامج إذاعي كويتي؟ إذا كنت سألها السؤال فغالباً ترى ما شفت ولا عرفت قوة القاعدة الجماهيرية اللي يتمتع فيها به وترابطهم وإصرارهم الدعم على إبراز فنانهم في كل مناسبة وفي كل دولة وحتى في كل مكان بالعالم الأصوات يتنى من دول منوعة منها عربية ومنها أجنبية وبدون شك هو يعتبر الفنان الأكثر تنوعاً من ناحية جنسيات معجبينة في تاريخ التصويت الأسبوعي في البرنامج هذا كله بغنية مجرد ساونتراك لكن لو يترسم بألبوم أو غنية شنو رح يسوي وشنو رح يصير والأخبار والإشاعات عن الترسيم زائدها اليومين ترعاً ولكن أول ما يوضح ويبين شيء رات تير المعلومات أوضح رات تسمعون عندنا في برنامج مرة بالأسبوع أول بول شنو الأخبار اللي تخص فيه عموماً بعد هذا كله هل اقتنعت أن فيه هو Most successful soloist وإذا ما اقتنعت فالكاتس بأنفسهم عندهم تويتات اخترنا منها يقنعونك فيها بقوة فنانهم وعملية الاختيار كانت جداً صعبة من كثر المشاعر والمعلومات الحلوة اللي ذكرتوها على هاشتاغ مرة بالأسبوع رح تسمعون المقطع هذا من كريسمستري وبعدها على طول رح يقر تغريداتكم اللي كتبتوها على هاشتاغ مرة أندرسكور بالأسبوع نروح الحين حق التغريدات اللي كتبتوها على هاشتاغ مرة أندرسكور على هاشتاغ مرة أندرسكور بالأسبوع كتبته تغريدات وايد وآسف إذا ما قدرنا نختار تغريدة انت كاتبها حاولنا نختار كثر ما نقدر من الهاشتاغ لأنه أكثر مرة وأكثر حلقة يشاركون فانز لفنان بهاشتاغ البرنامج التغريدة الأولى تقول التاغ اللي طلعنا فيه كل حبنا واهتمامنا لتيه يونغ وتكلمنا فيه عن إنجازات كريسماستري وعبرنا فيه عن مشاعرنا له وجد كلام الكهت عن كي ته يونغ يبكي ويخليك تحس بالفخر وواضح أن كلنا مهوسين فيه وسعيدين ونحن نشوفها يحقق كل هذه الإنجازات مشكورة على هذه التغريدة نروح حق التويتي اللي بعدها زيرو تقول لمرة حبه التاغ وجالسة تمطر كل ما قريت كلامكم هنا شخصيا معرفة كيف معرف كيف بوصف هالمشاعر اللذيذة سامحوني إذا قرأ التغريدة بطريقة مختلفة اللذيذة اللي تجتاحني وقت أفكر بكي ته يونغ وبس جدا ممتنة لأحب شخص لقلبي وأكثر من أدخل السعادة على قلبي مجرد فكرة إنك شخص استان لشخص زيه تخليك فخور بنفسك شخص صنع نفسه بنفسه باختصار عظيم مشكورة وايد على التويت قعي قرأ تغريداتكم اللي شاركتوا فيها على هاشتاغ مرة اندرسكور بالسبوع لتويتي اللي بعده لما تقول بخصوص السؤال متى تعرفت على تاي وصرت من الكهتس كان في 2019 شفت مقطع من WB على الانستا ومرة عجبني صوتها وانصدمت من عمقها وبحثت عنها في يوتيوب ومن يومها وأنا واقفة ومحا تسمى علي مشكورة على التويت نروح لتويت اللي بعده على هاشتاغ مرة اندرسكور بالسبوع أنا دائما بشغلها وأنا بذاكر ما بعرفش اذاكر من غيرها صوتها فيها ونبرتها والمشاعر اللي قادر يوصلها فيها مخلي فيه أمل كده مهما كان ترجمة الغنية أو لي صنعت هي قادرة تخليني في مود كويس جدا مجرد سماع قافية منها مشكورة وبالتوفيق بالدراسة قاعدت اسمها كريس مستري وهي تدرس نروح لتويت اللي بعده اخترع كيم تاي يونغ جملة I purple you أو براهي واللي معناها أني أحبك وأثق بك لفترة طويلة من جد أنا ما شفت زي مشاعر كي تاي يونغ وحبه للارمي ومشاعره دائما نقية وكلامه دافي وثمين نروح لتويت اللي بعده على هاشتاغ مرة اندرسكور بالسبوع كيم تاي يونغ عنده طبقة صوت من نوع الباريتون واللي كثير تكلموا عنها بشكل إيجابي وتحصل على تقدير صوتي في أداء غنيتها ستيجما اللي كانت طبقة صوتها فيها أعلى من المعتاد فإذا شيء اللي خلاه يبرز هي فيها بدلية بس بحاول طاقة الصوتية طاقة الصوتي والموسيقى الفريدة مشكورة وايد وعسف إذا لأخبطت لتويت مارتش نروح لتويت اللي بعده فخورة جدا بكيم تاي يونغ وبكرة لا مو بكرة وبكل مرة وبكل يوم فخري فيه يزيد مبسوطة من نفسي أني كهتس وستانلي أعظم وأشهر آيدول في الكيبوب وفي العالم كلها بعيدا عن كل شيء غنية كريسمستري مع النمر عليها سنة كاملة إلا أنها للحين ويوميا تحصل على إنجازات وجوائز رغم أن أو أستي لدراما ومو ترسيم منفردي والله أنا اتفق معاتش على هالتويت نروح لتويت اللي بعده من ديانا تقول شفتستان تيتي كلهم موجودين بذات تاق عن هاشتاق مرة بأسبوع فخورة بتيتي وفخورة بستان كونهم دائمين يقدمون كل الحب والدعم بكل الطرق علشان يسعدونه أحب كيف أننا ندعم كل عمله علشان نسعده وفعل أن يستاهل كل تعب نبذله علشان ندعمه عمره ما قدم لنا عمل وما عجبنا بالعكس الكل ينبهر من أعماله برافو على هذا الحب والتقدير حق فنانكم اللي تحبونا لتويت اللي بعده متى أصبحت كهت كان هذا قبل سنتين أنا شخصية ما تحب الكيبوب خالص ليش ما تحبي الكيبوب ولا أهتم للأمور منوت الفنانين بس كل شي تغير حين عرفت كيم تاي يونغ وكان مختلف وكان يجذبني في صوته كأنه يربط على كتفي أنا ممتنة لها جدا حقا يسعدني ويعطيني حافز نعم أنا محظوظة به وسيظل فناني المفضل والوحيد برافو على هالحب نروح لتويت اللي بعده تقول صرت كهتس في بداية 2019 بعد غنية بي تي اس بوي وذ لاوب كان وقتها تاي ترند وصورة منتشرة في تويتر ورح تسألت عنه وبحثت عن صور ومقاطع ووقعت في حبه على طول حبيت شخصيته وصوته في الغناء وأداءه وهالته على المسرح اللي ما شفت مثلها عند أي مغني كوري ثاني فخورة لأني فان لبرافو ومشكورة على التويت اللي فيه هاي التفاصيل قاعد شاركوا مشاعركم على هاشتاغ مرة اندروسكورة بالأسبوع وقاعد يقرأ الحين لتويت اللي بعده أصبحت من الكاتس من سنتين ونص بسبب صوته صراحة كنت أكره كيبوب إلا أنه عرفت تاي بصدفة بالتك توك وسمعت صوته لقد آسرني وعندها وأنا ستانله هو فقط وكل ما عرف عنه أكثر كل ما يزيدني تعلقا وحبا فقط هو شخص مختلف ومميز ونادر أنا أبدا لن أجد كلمات توصفه بس هو عميق جدا الله على التفاصيل على هاشتاغ مرة اندروسكورة بالأسبوع أقرأ تغريداتكم روح أقلي بعدها من 1-5-2021 وأنا ستان لكم تاي يونغ وكل يوم أفتخر أكثر أني صرت فان له تاي يونغ مميز ودائما يبهرنا بإنجازاته العظيمة بصوته الدافع والمميز ونبرت صوته تحسسك أنك في عالم ثاني كله دفع مشكورين كله اللي يكتبوا على هاشتاغ مرة اندروسكورة بالأسبوع وأكيد قبل أن نخلص هذه الفقرة في رسالة لازم أقراها يا يتنا ورسالة خاصة رسالة هذه ورسائل مهمة لازم أوصلها يا يتنا من قاعدة المعجبين العربية لتيه يونغ تقول لطالما كنا من أشد المعجبين بكيم تاي يونغ منذ سنوات طوال ورؤية تطوره وتميزه على مدى السنين في مجالات عديدة أظهرنا فيها وأثبت نجاح فيها تجعلنا نفخر به أكثر فأكثر ونتحمس لترسيمه المنفرد وما سيحققه من نجاحات مبهرة تزيد عن الحالية بأضعاف كما نقدم شكرا لنا لعبدالله البكور وبرنامج مرة بالأسبوع وكذلك إذاعة مارينة أف أم على منحها فرصة لإبراز دعمنا وصوتنا كمعجبين وكهدس عرب للمنفرد الأشهر كيم تاي يونغ ومشكورين وايد على كل الاهتمام اللي قدمتوه وانكم انت واخترتو نسوي هذه الفقرة الخاصة بسنوية كريسمس تري لي في أما الرسالة اللي بعدها رسالة القاعدة العالمية في جلوبل يونين وصلتنا تقول شكرا لك على عكسك للحب والنور عزيزنا تاي يونغ سنسير دائما أو سنسير معك دائما كلنا راح نسير مع كيم تاي يونغ وبالختام لازم أشكركم على كل الحب وكل الاهتمام اللي قدمتوه على هاشتاك مرة بالاسبوع ونتمنى ان الفقرة اعجبتكم ولازم نختم بكريسمس تري طبعا